استعدادا للمرحلة الثانية من حياة كريمة تم عقد وحوار مجتمعي ولقاء جمهرية حاشدة بقرية الحواويش بسهاجة ثالث جلسات الحوار المجتمعي للمؤسسة بقرى مركز أخميم وتغطى للاستماعي لأراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطعات استهدف الحوار المجتمعي شرحا لمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية كما يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة في قرية شتورة دائرة مركز طهطة جرى خلال هذا اللقاء الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى اشتركوا في القناة